أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا من خلالها نعطيكم بعض النصائح باش تربوا أولادكم وتحفظوا عليهم بطريقة سليمة دائماً نستدفوا معنا أخي سعين باش نتكلموا على مواضيع مختلفة اليوم عدنا موضوع التغذية الأساسية لنمو الطفل نتكلموا على الأمهات الأساسية لنمو الطفل بزاف الأمهات وكامل خاصة لما تكون في فترة الرضاعة ولدها يكبر شوية ما تعرفش واش تعطيله في أي وقت يعني ما هم المراحل في هذه المرحلة واش نعطيله وذه المرحلة واش نعطيله نبدأوا منا وبعد نوصلوا إلى الطفل الطفل ما هو الغذاء السليم باش يكون عنده نمو سليم ينكروا نورمال نوك اليوم راح يرافقني السيدة شافعي سميرة مختصة في طيب الأطفال مرحبا بك مرحبا بك أستاذا شرفتنا مرحبا بك رفقني السيدة تفاحي هنية مختصة في علم النفس مرحبا بك مدام مرحبا بك مرحبا بك شرفتنا مدام شرفتنا تفضلي 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 كذلك لما نتكلموا على الطفل نتكلموا على المدرسة والتمدرسة نستعدفوا معنا كذلك جلالي علجية أستاذا مربية 17 سنة تفضلي 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 مدام معنا كذلك تجربة حية السيدة رشيدة بن هنيدة تفضلي مدام تفضلي مرحبا بك شرفتنا مدام شرفتنا جزيع التفضلي بكل مرة نستعدفوا الطفل واعلا الطفلة بشدين الوجبات المدرسية نتعوا في هذا المكتب الجميل اليوم عندنا اسلام تعالا تعالا ولدي أروح اسلام تعالا موشرك لبس ولدي خير الحمد لله، شوف الكاميرا وقل للأطفال ماذا حال في عمرك؟ 8 سنوات ثمان سنوات، الله يبارك وماذا سنة تدرس إسلام؟ ثالثة، التدائي شاطر انت في القراءة؟ ماذا عجبت المؤدل؟ سبعة سبعة، سبعة، سبعة وميل جميل، وميل جميل انت منظم وقتك إسلام في الدراسة وكامل تقرأ فتار وكي تقرأ فتار يساعدوك والديك أو وحدك؟ وحدي ويراقبوه واش تدير يشوفو إذا كملت الخدمة ديها لك لما كملتها شيراقبوها شوية؟ اه هيراقبوك، جميل 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 ثم تقرأ وحدك ويراقبوك والديك جميل لازم كذلك تنظيم الوقت عندك الوقت للعب وكامل تلعب شوية؟ اه في نهاية الأسبوع؟ اه برافو، برافو تفضل الإسلام ديلوا واجبات المدرسية تعكم فهذا كلمكتوب الجميل وانتوما يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا تديروا فيه الواجبات المدرسية تعكم شكرا 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 إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا اليوم موضوع التغذية الأساسية لنمو والطفل بزاف الأمهات خاصة في السن الرضاعة وكامل لما وليدهم يطلب عليها بشيء وقد أغذية أخرى بالمرات ما يعرفوا وش يحبوا نصيحة يحبوا استشارة طبية يحبوا يقول لك أنا وليدي ووش نعطي له ياكل في ست شهر ولا في تسعة شهر ولا حنا اليوم حبينا نتكلموا على التغذية الأساسية للرضيع وكامل حتى نلحقول للطفل يعني أطفال نتاني رهم في مرحلة نمو لازمهم تغذية سليمة إذا دكتورة شفعي ساميرا مختصة في طب الأطفال مدابيا اليوم نتكلموا على هذا التغذية هذه ونجو من رضاعة يعني من رضاعة ونجو رايحين لأنه احنا شخصيا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا بزاف الناس تصلوا بنا ويسيق سونا يقولوني هل ترى في السن الفلاني وش نعطي لوليدية كل هل نعطي له هاد المادة هل نعطي له هاد المادة هل نعطي له هاد المادة احنا مدابينا مليوم نوضحولهم شوية وش هو البروسيسوس داليمانتاشون يعني هادك المسار هادك المسار تاع التغذية في كاع العطوار اشتري بالسلام على المادة هاد المساريات مرحبا بك الم zoals المعرفة يعطي للك المدامة حتى المدامة تقينا الوامس تقوم بذكر حتى الأشهر فم ق tous المدامة يجب عليهم أن يدعوهم فلسول الأطفال بالطبيعيين لأن هناك فوائد الذين يأتي منه الجسم الطفل النمو الدهني والفيزيك فوائد كثير وكي كان عوائق الأم مريدة لا تقدر حواجز لا تقدر تردع على الأخر كان لسيبستيطة اللي يتباعوا نعطوا الكامية والأخر على حسب للأج الطفل على حسب يعني للا دو مرد يالو دكور يعني ولكن الردع الطبيعي هي أحسن شي أحسن شي بيانسور c'est la meilleure ولكن بالمرض لها غالب يعني oui دفعنا دي كاوين لها الغالب لامامان تمرد تخد دواء عندها نفسي عندها حاج تخد دواء ما يوالمش الردع عن طفل دفع تروح حد رد كل نردع ما نقدش نعطيك هذا الدواء وكان دي مالادي كيسان غراف لازم لأم تشرب دواء ديالها دواء دواء نبليجي داريتي لنبليجي داريتي دي مر كييفون دي بسيكوز أبخي للاكوشما دواء ما تقدرش تردع لنبليجي نعطيك لها الطفل تتردعو بدور لازم نعطيك للا لبه نبليجي لبهي بران ديالو ولكن يعني ما كانش حاجة أحسن من الردع الطبيعي اللي هيمتلز ما حتى 6 شهر يسي كم احنا ديالات مو ماترنال اكسكولوزيف يعني ما نعطوه له ولا شي باسكو الحليب تاع الام فيه يعني فيه كم المكونات اللي لازمة للنومو الطفل بشكل عادي داكو اكسكولوزيف لازم يكون واحدو ست شهر ما نعطوه حتى حزو اخرى معه ست شهر ومبعد ست شهر ما من الماء ما من الماء باسك دي فاي قولو لك نعطيه له افير دا عندي نعطيه له الماء يعني الحليب تاعك فيه كم يام الماء سوف يعني دي كان بارتكوليه وينبعيزم بيكون مريض بالحمة في دي بريود تعصيف وينكون الدرج حارة بزاف مرتفعة لازم نعطوه له شوية الماء باش ما ينشفش الطفل داكو ومبعد بعد ست شهر دكتورا اا بارتر دا سي موان نبدأ وندخلو لازاليمان داكو لغايدة الاساسية في اللي ندخلو في الاكل للطفل سي ندخلو حاجة بحاجة ويسي انشوز على فو داكو ما نعطيه له شاناولدي نحكمه اليوم عندو ست شهر نعطيه له توسكيه دان الماند ورسور المرشي داكو لازم نعطيه له كما قلو انشوز على فو بارك باش نعرف الطفل تاعي باش ديجا يوالف لوغو ديالها يتحملها ولا ما يتحملهاش كنا نهضر نفس مواضيع سابقة على الحساسية باش نعرف وليدي عندو حساسية لها ديك يعني الاليمان اللي يعطيناه له بس كي نعطيه له دو تخوة شوزا لفوة ومبعد يديدي الحساسية ونقعد من جاته ما نعرفش ورها الغيث ما داكو لدي دارت له الحساسية دي وانا نعطيه بالحاجة بالحاجة voilà وانا نعطيه بالحاجة نبداو بالبويند للايگوم داكو نعطيه وليگومي حاجة باسيتا حاجة باسيتا وشو ما الخودر اللي وليل يعطيه يعني كمال جازار اللي يتخي راكمانده parce اله يريش ان فيتامين ا لبو منده للايين داكو للايين ديالو شوربة تاع جازار بوينده مبوريه ديكار شوية يعني دي كورجهت شوية لليل يعني ام بو دي ته ويعني حاجة اللي نأكد عليها سي كنتو كاما سي سانسال ما ندروش الملح لازم يأكل بدون الملح مالوين ندروش الملح هذا سي باش نحافظو على الفونكسون غينالة على الطفل بتاعنا دكو الكليا تعوب باش تكون تسليم كليا تعوب باش ما تخدمش كيم الكليا تع واحد كبير فضو لك لو ندرو فيها ندخن دول هالي زاليما كي سنغيش ونزيدو الملح ما تقدرش تخدم دك راح نمردوها دكو دكو بدون الملح دكو بدون الملح وابري بيانسور سي ديزاليما كي سون بيان ميكسي وشحن من مرة في اليوم نعتدو ياكل دكو نبداو الاكل نبداو في ميدي عتناش في الفتور في الغذاء يعني مرة في الغذاء يخد خطرة واحدة نبري دو لجوم ولا بريد كارد ولا يخدها خطرة واحدة بيان ميكسي دكو بس كتفال ما زال ما يعرفش الليجوم ما زال ما عندوش اسنان بش يمضغ بش يمضغ بضرب لازمتو بيان ميكسي وعلى كوية دكو سي ما يكون شو يطفال كبير يعني نبداو نستعملولو الملعقة وعلى كوية بش يعرف يطور للنموت يعني ما يقعد كلش الليكيد أو بيبغان سهل دخل في المكتسبات البسيكولوجية تعال الطفل دكو دكو ومن بعد؟ أبقى نقدرو يعني يامات من بعد كنشوف الطفل يعني تحمل اللي هاد المسرع لو حتاشي ناقلو ندخلو الفواكه 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 يعني لابلوري باندولي نمدوها لهم في الأول تفاح ان كمبوت ان كمبوت يعني وانا يعني ننصح للأمهات سيجدوهم في البيت ايه مشرو يعني هي مكانش كيمة حاجة ناتيرال يعني مشروط طبيعية جديدة يعني متروف شدك تتحوك تشكيل اجاكتما ولا دكو تحضر هي سا با قوتي بكوتان مم لاني الام اللي تعمل تقدر توجدها على المقبل لافي بش تعطيها لو لندمان لكو يعني الجوية العشرة هكاك يعني نو تصباح يردع سن بيبران ولا يردع عندما الجوية العشرة نعطولو ان كمبوت مدع الاثناش نعطولو الفاتور ديالو ماد أبخين كملو بالحاليب يعني تقعد الحاليب يقعد هو الغذاء الاساسي مور الغذاء يعني الفطور ديالو هذك مباد الحاليب يقعد غير الحاليب العشية في السواء في رقود لانويسي السغيفين نعطولو طول طال الحاليب مختاش نبداو نعطيو للطفل وجبتين الفطور والعشاء هذك هي الحكي الحق وقلو ويمو ينف مو باش ندخلو له العشاء والعشاء ممكن ندخلو العشاء عند الطفل ندخلوه مانتع مش كما احنا لزادو يكون خفيف يعني نو مش يعني الوقت ما عشنا طولو عتملية تعليل عشان تعليل كم ديفا حنا في الصيف من الصهرون لا ندخلوش بكري نو يفول انتخلوه غطو لعشي الطفل تعيب كري سيزهر ساتهر دوسوة ناطيلو فالا باش من بعد يزيد ياخد قد ما يرقد ياخد انبي بغانتاعو يرقد بيان شكرا 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 اشتركوا في القناة أنا نظن بالله الأم المرضعة والأم بصفة عامة في أولى أشهر الأمومة يعني نفسيتها مختلفة يعني مختلفة هذيك راح تكتشف الأمومة وخاصة الأم لأول مرة يعني الأم لأول مرة نظن بالله البسيكولوجياتها ونفسيتها مختلفة جدا جدا ماذا بينا تكلمين على هذا الجانب هذا؟ نعم شكرا أستاذ يزيد على هذه الاستضافة بالنسبة لموضوع الأم حديثة الولادة أو ما بعد هي مباشرة تصاب الاكتئاب محروف هناك اكتئاب قلنا يدوم حوالي 24 ساعة هذا الاكتئاب العادي إذا فات 24 ساعة هنا يدخل الاكتئاب كمرض اللي لازم تمر به المرأة الحامل الشيء الأول اللي نقدر نلاحظه أن المرأة كان لتلت أيام تقول لك أنا ما نردحش ما عنديش لحليب هي ما كاش أم ما عندهاش حليب سازي هنا ندخل منبه استيجابة ما عندهاش منبهات بسكوهية في رأسها بلي ما هي شرحة نردح لأسباب ولكن احنا نتكلموا مثلا على النساء اللي ياخدوا أدوية ضد الاكتئاب إلى غير ذلك ونالك صعوبة في فلالاتما ما يقدروا شي يردعوا على جل هاد الأشياء ولكن بين قوسين الأم هدي ما تقدرش تردع ما تقدر دير بيبران ما كيفاش راح تدير هاداك البيبران ستاديغ نوما ما تقدر تعوض هاداك الببغان تحط صغير فوق الحجرتها وتردعوا الببغان وتخزر فيه وتهدر معاه باش تكوننا علاقة تفاعل أم طفل نو وعلاش لسان هو اللي ضروري لأن طفلك يشد لسان تعلام ماما سيئيني يعني هو فطري يحسب اللي راهو يرضع ولكن في نفس الوقت عندنا حسة عندنا خمس حواس يستعمل هاداك الطفل يستعمل رائحة شو مرائحة الأم يتذوق اللبن يسمح صوت الأم الإيماءات إلى غير ذلك هاداك كاما نوفروه لما تكون الأم تردع كما تردع شو نستعملوا البيبران لازم الأم تكون على دراية بذلك مشي تعطيلوا البيبران هما كامل داروا هالنساء أغلبهم تقول لك ندلهم خدا ندلهم خدا تكيلوا البيبران وخليه يرضع فيه أنا وليدي عاقل تقول لك أنا وليدي عاقل أمي يمعنا بلاش باليحويج وحد ما يش تكون فيه هاداك الوجدان هاداك الأحاسيس المشاعر لأن علاش البيبران يتبع صوت الأم تردعوا نعطيه بارد سخون يعني يجب يسمحها هنا تبدأ تعلم هاداك طفل يعرف ياكل ولا ما يعرفش هنا تدخل لنا لابوليمي كاين أم تردع طفل صباح تصوته كما يردعش لعلات موما تغنال تدير له بيبران على الساعة تقول لك أنا تعي وليدي جاي بروحه بززاف لازم سيد له بيبران واحد آخر هنا حتكون مارد رحين رحين لابوليمي ولي هادا طفل ياخد سي بيبران سيد إفراط في الأكل يعني إفراط في الأكل وعلاش دي فانقوله خطر هي تحب تأكل تحب تخليه السمين هي بنسبة لي يعملها هاداك أو العكس تقول لك أنا ما نحبش نوكله بزاف بالمعنى أن لازم تقعد صغير ورال وكان تكبر ويولي ما يحبش على الأكل هاداكامل تحود إلى ثقافة الأم يعني نطلب أن من الأمهات كيكونوا حامل يبخوا فيتيو شوية الأوكازيون يحكموا كين كتب خاصة بالأمومة باش يعرفوا كيفاش ينطلقوا البداية مع الحليب ومن بعد ستة أشهر كما قالت الدكتورة شافعي يدخلوا بضرورة تدخل للأكل كيفاش يندخلوا الأكل وكتش احنا باركزامل نشفى كانت عندي حصة مباشرة تسألني على المباشر قال لي مادام وليدي في عمر 14 تقلقت وقتاش يبدايا أكل يعني احنا بنسبة لي نقول هنا اللي تقلقت باش يأكلوا ليدك ستجغوا كل الأم تاعوا أحسن باش تلحق له الغذاء المناسب الأحسن شكرا 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 أستاذة دكتورة شافعي سميرة مختصة في تيب الأطفال قبل ما نفوت للأستاذة جيلاني على الجي اللي هي مربية في المدرسة الكامل حبيت لو كان نتكلموا على تغذية الطفل كي بدأ يكبر ويوصل السن تمدرس يعني بالمرات الأولياء كان بعض المواد اللي هي مهمة مهمة جدا في تغذية الطفل بالمرات يتماطلوا عليها يعني ما ينتبهوا لها شو كامل احنا ما دبينا من هذا المنبر هذا نتكلموا على هذه الأغذية هذه اللي إسانسيال يعني هي لازمة لنمو الطفل طفل يعني كي الحق العام نقدروا نعطولوا كي مقلوا يأكلها تابل معنا دكو ما يعني يكون الزليمون كيما لازاليتول ما كي مقلوا نصحو الأمهات ينقسم لزيبيس ما يديروش حاجة حرة ما يديروش بسك الطفل الصغير ما يحملهاش ما يقدر يأكل المأكلات يعني العمل معنا أبخي لازم نغلفوله لازم التفل نحطوله كل الـ 2-3 عام نعطيه للتفل ديجا نعطيه للشوز سوليد بسك من العام للفوق يكون دار شوية أسنان نعطيه حاجة شوية سلبة صلبة يأكلها باش يتعلم خدر تعطيه للتفاحات حاجة يأكلها باش يتعلم طريقة المضغ كيفاش يبلع طريقة سليمة خاصة في المضغ يعني مهم جدا جدا لازم يتعطيه لعما يتعطيه باش ميلغا بادي تخوف ديجستيف من بعد ديجا نعطيه كل حاجة نعطيه لازم يكون تنوع في الغذاء تنوع كما قلو عام نعطيه في البروتينات سوف في لحم الدجاج البيض سوف يقول لك ما عندي ما يشيريش الحمد لكن الحبابيد سوف يكون لك ما عندي ما يشيريش الحمد بالضبط ممكن دورك الانترنت مفتوح يعني باش شوف لزابور بروتينات بالضبط ترح لانترنت شوف مجمع المواد لفهم من البروتينات هولا هي لازم الغذاء يكون متنوعة متنوعة لازم دوهون كما عندي ما يشيريش الحمد كما عندي ما يشيريش الحمد كما عندي ما يشيريش الحمد فيهم كل يعني كل حاجة نعطو لهم شوية شوية باش الطفل يوالف و لازم يعني الطفل بان نفرس با امانجي مي بارزمبل يوم مكلالي شهاد المكلة نبدل لغضو ان شاء الله طريقة ديالها بلك يقولها ديون اتر مانيار مقلية 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 نبدل لشكل تحا دي فا ما نقول لش كاريما بس لفا طفل تقول لها كل زرودية كما نحبهاش مي تبدل طريقة تديرها في حاجة وحدة وخرى الطفل يقول لها يقول لك يا بنينا الليبان كي تقول له هذي يقول لك نان سي با فغي بدل لازم كما يقولوا الطفل نقول لخولوا شوية باش نضمنوا لومو وتع الجسم تاعو بطريقة يعني صحيحة سليمة شكرا 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 دكتورة شكرا 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 أستاذة الجية جلالي مدرسة ومربية منذ 17 سنة تكلمنا على تغذية الطفل وكامل حبيت نعرف إذا كان في المنظومات التربوية وكامل الأطفال لأنه كما قالت تفضلت الدكتورة وقالت بالمرأة الطفل ما يحبش يقول ولكن بالمرأة لما في المدرسة يقولوا له بللي هاد المادة مهمة للنمو وكذا رايح هو ياخد الرأي يعني كما يقولوا وحده وحده بلك يدخل للبيت يقولها ماما ولا يقولها بلك اليوم قرنا بللي لجأ زرفيه فيتامين آ ولا كذا بلك بلك المدرسة هترجعوا يحب هادك لبرودوي هادك وحبي التاني مثلا في اللوم جاولة اللي جيبوها الأطفال وكامل هل هناك توجيه تعطهم توجيه وهناك تحسيس شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الدعوة وعلى أني أعطيتوني الفرصة باش نتكلم على هذ الموضوع بالذات وحنا عدنا أزمة في المدرسة قبل ما نبدأ للمدرسة الكبار واش يقوله يقول كي تشوف كي تمشي شوف للي هي ما تشوفش قدامك تلقى بحفرة طحية لها كي تشوف للي هي نظرتها كي يكون على المدرسة الباعد تفق الحفرة وتهربها نشوف الأولياء في الطربية على الأولاد ولا إحنا الأساتذة في طربية على تلاميذنا دايما نسطروا أهدف على المدرسة الباعد ما نسطروا أهدف صغر أهدف صغر بهم جزئية للهدف الكبير اللي راح نوصلوا له هو مدرسة قصيرة عمره ما كان يعني يعني يدي المجاب فائدة هو بركة جزئية يلحقونها للمدرسة الباعد إحنا كما قالت الدكتور الرضاعة الطبيعية من عند الأم الله يبارك يعني خطوة إيجابية في الفنو والسليم يعني هو أول خطوة يعني تكسب المانعات وتشوف يعني الطفل اللي رضع تشوفوا كشي كبر تشوفوا صحيح وتشوفوا والطفل اللي مرضعش لأسباب ما ولما مرضعش لمدة طويلة تشوفوا يعني هذه الأم اللي رضعت توليدها خطوة ملي حادثها لكن يا لأسف ما تكملش لأنه نهالي يدخل المدرسة حتى لو كان نقوله الطفل صحكين نحبوش يشربوا لحلي مع صباح نحبوش يأكلوا لكن يأكلوا على وقت الراحة تسعى ونساعدهم هي الراحة لكن الراحة وش يأكلوا فيها ساشي اللي يرفضوه ما عنده ولا فايدة تخيل انت يا يجيب كيس معه يقول له علش تأكلها يقول سادا ما شربش قحلي ما ما نحبش نشرب لحلي مع صباح داكور ما تشربش داكور بالصح شيبس كرواصون ما شي جديد انجوسري مثال حتى لو كان جديد معمر بالزبدة خلينا ميهمناش لكن هالغذاء هذا متكامل وحن نحن ضربين شكرا في المنظومة الطربوية تعنا عدنا هذا الامور هذي في البرنامج نقرهولهم عدنا المجموعات الست اللي التلميذ نعودوه يرفض وحده ها يديرنا مجموعة غذاء كاملة هو يتدرب عليها في المدرسة نهار اللي يقدر هو نرفضه الكيس تعي نقولوه حاك يعطوني واش دينا واش قرينا احنا واش كتاسبت انا واش قريتك اعطيني واشن هي الحاجة الفيدة في هذا الكيس ديالك ماوش عيب رحتان وجهه للاولية ماوش عيب يجي مرصو خبز معاه بالعكس ماوش عيب وكان اوليدي يأكل خبز حرفي وحده اخرين يأكلوا تفاحة نحيو كامل حاجة انا نظن خبز بالزبدة هو اجمل غذاء ان التحليم روع متكامل يعني الى حد ما لكن راح يكمل عن غذاء وقت الغذاء عفوا راح الغذاء يكمل انتي كي تعطينه باش يشري هذك الكيس تح حاجات اللي ما تفيدوش هل راح يتغدى لك في البيت واش هيتغدى في البيت لانه خلاصة وكلها حاجات اللي تستغني على على حاجة اللي فيها الفيدة طيبي في الدار وتسني ولادك بفارغ الصابر على الفطول باش تجتمعوا وكامل وبعد يجي واحد فيهم يقول لك ما ناكلش انا شبعان واش كليد كليد كوجعك كليد شيكولا كليد ما نقول ما حاجات لها يعني تبلوكيه اذا الطفل هذا موش رحي الغذاء النمو تعه والنمو تعه ايضا احنا نهتمو به لانه هذا رح يساعدنا في التحصيل العلمي بضر واحد لي ما كلاش يمليحه واحد جيعا مساحل يلتأ بقريته يكون لاتي غير بالبطن تعه اذا باش نغذيوه ويكون النمو تعه السليم من ناحية الغذاء الجسم يؤدي الى غذاء العقل وهذا اللي نهتمو به اكثر وعندي انا انا دايما نعلمهم نقولهم الخضر حاجة ما تضرقش ممكن حاجة ممكن تكون عندك كما كنا تطرقنا في الحساسية الخضر ما ما ظنش الخضر عندهم حساسية هاته الساعة ما اسمعنا شبه عزيزيان القدر الخضر وبعض الفواكه تفاح ما يديش حبه تفاح حبه إجاز حبه برتوقال فيتامين سي في وقت الشتاء تقي من حتى الخضر يعني الجزر يعني ما يحبوش يأكلوها وانا عندي تجربة معه وانا كيما قالت الدكتوراه مليح أننا نغيرولها طريقة الأم الأم لازمها تكون تكون يقضة بناتي كبار بسعين كانوا صغار ينحو الجزر ينحو الخضر يحطوها بجي يكلوها الحاجة يحبوها بضبط وش ندير لهم يكسيهم يعني كنا نشوفوه نديرهم بو يون يقولوا هاي خرج زرودية بضبط خرج زرودية خرجي كتورجات بضبط يعني هذي هذي الأم اليقضة يعني محبوش أكل تعوليدها ولا تعال أولادها نفس الوشطة في القدرة تعود له بطريقة وحبه تسيقم وتحطوه مع لا بأس وش كاي ولا ترحيه وتعطيه لهم شربة ولا حاجة إذن لازم تبدع تبدع في هذا الآخر باش هو يقدر يتنمى بنموه السليم جميل 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 شكرا شكرا سيدة سيدة رشيدة بن هنيدة مرحبا بك مدام مرحبا بك حنا حبينام نعرفو تجربتك تجربتك الحية بالتغذية تعطفالك يعني هل ترى كنتي وقفة على هذا الشي ولا يكنوا يأكلوا وشي يحبوا ولا كنتي عندك ديراية لازم يأكلوا مثلا البروتينات لازم يأكلوا الدهون لازم يأكل زبدة لازم يأكل الفواكه لازم يأكل خضر حبينانا نعرفو التجربة تفضلي السلام عليكم مرحبا بكم نشكر هذه الحصة احنا أرامل تعلاج الجمعية الخيرية مدينة مفتاحة مرحبا بكم مرحبنا بكم مرحبا بكم على كل حال عمل عمل شاق وعمل احنا نقدركم وعلى هذا اللي استضفناكم وحبيناكم تتحضروا معنا تعيش احنا اليوم كما الخضر كما الأخر هذا هو المشكلة حتى أربع سنين الزرودية وكما يحبوهم يحبوهمش كما الطفل اللي يقلو كما الكارسيوم طفل بشي كبر كما الياورت كما الفرماج هذو قاعد يقول طفل لازم والخضر كيفاش درتينهم كنت ترحيهم كنت نرحيهم هكذا كبر وما زال نرحيلهم ما زال نرحيلهم ما زال نرحيلهم ما عليش المهم يكلوهم المهم يكلوهم لازم نلقا لهم حل كيفاش يكلو الخضراء الحمد لله لذوق حد الآن ما زال ما مرضوش كما الأطفل الحمد لله الحمد لله يعني الحليب بتاع الأم ما كاش كما هو ما كاش كما هو لازم الأم ما تقول لك ما عنديش الحليب ولا ولا غير ولا ديك يكون تربي فيهم الله شتحهم ما تقولش الله شتحهم وكي بدأوا 6 شهر 9 شهر بدأوا يولفولك المكلة يعني بسهولة نسي نسي وتقعد المكلة هذيك نسي وكي نوالو وغير ذاك الحليب بركي الحليب وكي ما يكلو شوية يكلو كي ما يكلو شوية ناكلها نا ناكلها كي ما زرودية كي ما القنق يخلوها لك أنت تأكلها ناكلها هم بعدك يبدأوا يكبروا كي بدأوا شوية يكبروا هكذا كي ما ندلهم ووالو عامين وما زال يلعب ويدور 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 داكور داكور فتمتي هم قلت لك حد الآن هم نرحيها كالطفل يعني يقلو الكارسيو متاعو كامل لازم 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 لا تطعي الخضرة وما تطعي الحليب وما تطعي هذا حجم منوع لازم حجم دي جا ما يكبروش دراريبان وكشغل ناقسين مشيق حجم تاطفل بطر ما لقري في القرية تحهم في الجسم تحهم في الأخر طفل شغل ما رو شي كبر مليح خدش على لارم يديروا لهم غير بي برو والأسوسات وحطوا لهيه ووقت عرف شكرا 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 دكتورة حبيت نختم معاك وش رأيك يعني الأولياء لما يشوف باللي ولدوا عنده نقص في الغذاء وكامل هل مليح انه يروح للفيتامينات المكملة ولا ولا لازم يحاول معاه حبيت نعرف بالمرات نشوف أولياء وكامل يحبوا يعطي لدهم الفيتامينات المكملة هل هذا مليح ولا يعني لا فيها مشكلة هذه صديقا لازم لا يعطيه نفسه لازم الطبيب بيانسي لازم يروح عند الطبيب الطبيب يفحص الطفل يشوفه لما عنده حتى أي مرض الميزان يعني يكون في النغم الميزان طول وكل عادي التماع نعطوه شوية الفيتامينات والا دي للستيميل للأبيت يعني للشاهية للطفل باش يولي يأكل بشوية بشوية يعني الأكل عادي بسكه سيديفسيل كمام عامين هو يردع غير حليب الأم بضبط بضبط بشوية لديه معا من المكاملات لانه لنعود الطفل يرجعون لشاهية يقول يأكل يفو 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 ساعة أمهات يجيليك تقول لك يردع من عندي ويسيب بيان يعطيك صحة عميد والما ينطلق الطيب هو يجب العأس يادر ام هنا يدخل دور قدرت الأم لماذا? لأن الطفلожет اضحه الخضر ولاذا؟ بهذا يرى خضرة في الخروجة يعني هو ديجا كيشوفها لازم نسميها له باقي يزم نقعد معاه مقولوا جازر لونها هاكدا وهذا قرنون وهذا اخر شف ما منظنش كيما قالت الأستاذة قالت لك بللي معليش نرحي هالو هو كي يرحي على بالو وش رحيتي صديبوا يقتلوا سحنا لا يفيق بللي خوضر اللي متحبهاش كما ديكيال يرحيت هالو لا لما بالمرات أنا كنت صغير نشوفهم ما يقولون نشقاها نحط البويون نقول لهم يقولون هادا تع سبيطار هالو بللي بويون والا مي باقي يزم بلو كان كي نحط الخوضر باقي يزم طيبوا جواس خوضر ولو كنت خيش دوهم بفوغشت وياكلوا الخوضر كي ما رهي موجودة لا هي هادي أحسن حاجة إذا كان الأم قدرت باش ولدها ياكلوا الخوضر هادي شي جميل لازم ندخلوا بالحاجة ونفهموهم الدور تحا شو البلاقل احنا ناكلوا خوضر وفيهم لحب ناكلوا خوضر فيها دجاج نفهموهم باللي نديروها كده بغي قزهم حنا بغي قزهم نديروهم سردين نقولوهم نديرو باطاطا سوا بوري ولا نفوروها هي أحسن خير من نروح الباطاطا مقلية أنا نظن باللي طفل كي بداي يكبر يولي يفهم أكثر وأكثر نقدر يعني نعودو نسترجعوه مليح مليح نتحورو مع أطفالنا شكرا 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 الأم ما فيش نقاش والمرضيعات هي لا قدروا يردعوا أولادهم عامين الشيء يكون أجمل أجمل التغذية مهمتكم لازم الأم تكون ذاكية تكون ذاكية كاش تقنع أولادها باش يكلوا إذا إما تقول لهم واش هو هذا تقريهم هادي 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 بأسماوات تاع الخضر ولا حاجة ولا ترحيلهم ولا تغيرهم طريقة الطهي ولا الأم ذاكية انت كلوا عليك يا سيدتي لازم تغذي أولادنا اللي هما أولادكم وراهم تحتجنا احنا إذا إن شاء الله تكونوا سفتوا معنا تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحتجناحنا بوانكم ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتجناحنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو جهده نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلده نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان